موسيقى مساء الخير كل سنة وانتو طيبين دايما نسمع عن فضل شعبان وان الاعمال بترفع فيه وليلة النصف من شعبان لما نيجي نتكلم عنها الليلة دي دايما معروف ان ربنا بيغفر فيها الزنوب وبيستجيب الدعوات بيستحب فيها القيام والذكر والعبادة لو بدأنا الموضوع من البداية هو يعني ايه ان الاعمال بترفع في شهر شعبان ربنا مطلع على كل شيء في الكون وعلى افعالنا طول الوقت لكن من حكم ربنا انه خلق منظومة متكملة لإدارة الكون وكل شيء مخلوق لوظيفة والمهمة الملايكة هما من اوائل خلق الله اتخلقوا لعبادة الله والتدابير شؤون الارض والسماء والبشر فالمدبرات امره فمن المهام الموكلين بيها ان كل انسان ربنا مخصص له ملكين بيسجلوا كل كلام افعاله وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ووصف تاني ربنا قال عنهم اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد قال العلماء فمعنى ما يلفظ من قول ان كل الكلمات حتى اللي ملهاش مدلول لخير ولا شر كله بيتكتب وكل اسبوع الاعمال بترفع يوم الاثنين والخميس والصحف بيتم تنقيتها من الكلمات اللي هي لا خير ولا شر وكل سنة بتحصل تنقية على مستوى اعلى في شهر شعبين التنقية دي بتحصل حسب كل واحد لو كان استغفر او تابع لزنب كان عمله او زود من درجاته باعمال فيها احسان فبتتمسح زنوب وبتتبدل ودي من معاني يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فدي مهام الملايكة وذكر عنهم ان هما بيتحوروا في شؤون العباد اللي ترفع درجاتهم عند ربنا بسبب الكفارات كل ده على مدار السنة وكأنها بتتقفل اعمال السنة في شعبين بأنها بترفع لله كل التفاصيل دي ربنا عاملها علشانها هي محطات تحفيزية ربنا بينقينا بها اول باول وبنشحن روحانيات على مدار السنة وشهر شعبين هو التمهيد لشهر رمضان وشهر رمضان هو اكبر جرعة مكسفة في السنة للشحن والترويد النفس والتحكم فيها وللتغيير فقبل رمضان في شعبين تنقية من الزنوب علشان نستعد لرمضان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبين فيخفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن يخفر لجميع خلقه لكن بشرطين إن ما يكونش مشرك ولا مشاحن فمين هو المشرك ومين هو المشاحن المشرك ليها مع نعام هو الشرق الأكبر بالله والكفر بالله وفيه شرق أصغر مؤمنين بالله لكن مشركين مع ربنا بأهوأنا فمركزيتنا ومرجعيتنا والمنهج اللي بنمشي عليه هو هوانا مش ربنا أفرأيت من اتخذ إله هواء وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبي وجعل على بصره غشاوة فيه فرق كبير بين إن حد بيضعف ويتبع أهواءه فبيغلط لكن بيرجع وبيتوب وبين حد مش شايف الغلط وما بيرجعش ولا بيتوب فوقتها بيدخل في دائرة الشرك الأصغر مع الله وده يندرك تحته كل شخص ما بيرجعش للحق منها الظالم اللي واكي الحقوق عباده العباد حواليه ومصره على ظلمه ده مركزيته هواه مش ربنا فاتواجدت الشراقة مع الله الشرط التاني المشاحن المقصود به هل هو كل شخص عنده مشكلة مع حد يبقى اسمه مشاحن العلماء قالوا ان المشاحن هو الشخص اللي قلبه مريض بالغل وبالكره من غير سبب صدر عن الآخرين مش المقصود بالمشاحن اللي مش قادر وبيسامح اللي أزاه أو اللي ظلمه وبالتاني ما فيش تواصل مع اللي ظلمين وإلا في حدود الفرد بمعنى في حالة ان اللي ظلمين مقربين وصلت رحم فبيجاهد بان يامر اللي عليه في انه يحقق الحد الأدنى من الواسطة علشان ما يبقاش قاطع للرحم حتى وهو من جواه مش قادر يعفو لكن السلوك ما بيكونش فيه قاطع للرحم بشكل عام العفو والإحسان درجات عالية جدا وصلنا الرسول بها لكن اللي مش قادر يطبقهم مع اللي ظلمينه فده ما يمنعش عنه عفو مخفرة ربنا في ليلة النص من شعبان من أنوار ليلة النص من شعبان ان القبلة تحولت من القدس لمكة المكرمة استجابة لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلت آيات قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي ينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام ربنا من قرى مبينا ومن عطياء اختص الليلة دي بالعفو والمخفرة واستجابة الدعاء بالخير والأنسب فكان السلف الصالح بيختصوا الليلة دي بالذكر والعبادة والعمل الصالح من باب الأدب وشكر الله على عطاءه ده كلها منح إلهية وفرص مينة بتجدد كل حاجة بتدينا أمل لبدايات جديدة والنواية جديدة وقرارات جديدة هي منح للتغيير وهنتكلم بالتفصيل النهاردة عنها بإذن الله عن فاضلية النصف من شعبان مع ضيفنا السيد أحمد الطلحي بعد الفاصل موسيقى أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية نهاردة حلقة خاصة بمناسبة ليلة النصف من شعبان وضيفنا النهاردة السيد أحمد الطلحي أهلا وسهلا بحضراتك يا سيد أحمد منعورنا ربنا يبارك وحضراتكم في العام وعليك في ألف خير وصحة وسلامة لكل الجمهور المبارك المتابع لهذا البرنامج لهذه الشاشة وحضراتك طيب وفخير دايما يا رب لما بنتكلم بصفة عامة عن شهر شعبان لبركاته ونفحاته ودايما نسمع كلام كتير أنه ترفع الأعمال في شهر شعبان وليلة النصف من شعبان ربنا بيخفر الزنوب عايزين طبعا موضوع في تفاصيل كتير بس بصفة عامة نتكلم عن فضل شعبان الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وزيد وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد ما اتصلت عينهم بنظر وأذنهم بخبر وخطر على قلب بشر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطقف بالبيت العتيقي وقبل الحجر من أول الدهر إلى آخر الدهر يا رب العالمين الحبيب صلى الله عليه وآله ووالده وصحبه أجمعين يعلمنا أشياء جملة حديثية كثيرة فيها نقاط مهمة جدا هي إشارات وبشارات الإشارات قوله روح له الفداء لأن في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها لماذا يا رسول الله وكأن الدهر هنا يشير به صلى الله صحبه وسلم على أنه عمر الإنسان عمري وعمر حضرتك وعمر المشاهد الكريم كل واحد في العمر اللي هو حيعيش فيه سنة 2-13 مية هو عنده محطات وعنده نفحات لو اغتنمها حينال خير كبير جدا يقول الإمام دار قطني والإمام القرطبي أن الحبيب صلى الله صحبه وسلم في هذه الجملة يقول أيضا في تكملة لهذا الحديث قوله ألا فتعرضوا لها لعلها أن تصيبكم إحداها فلا تشقوا بعدها أبدا يعني وكأن نفحة من هذه النفحات فيها سعادة الدنيا والبرزخ والآخرة سعادة أبدية التي نبحث عنها طيب هذه الجملة الأولى الجملة الثانية لما سألوا الحديث صلى الله عليه وسلم عن أعمار أمته بما فيها شعبان يعني احنا عندنا هذه النفحات في العمر العام لا بد أن يمر عليك مرة واحدة شعبان إذن فيه نفحة فيه نغتنمها النوع الثاني لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعمار أمته فقال أعمار أمتي ما بين الستين للسبعين وقل من يتجاوز هذا طيب لما سألوه العمر ده يعني صفه لنا يا رسول الله قال كما بين العصر للمغرب إذن الأعمار قصيرة جدا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أعطانا نفحات كبيرة جدا الفارق طيب لما نجد أن الحديث النبوي الشريف خير ليلة في هذه الليلة المباركة التي نعيشها ليلة القدر بمقدار قيامها 83 عام قال روح له الفداء ما فيش أبرك ليلة بعد ليلة القدر كليلة النصف من شعبان هي ليلة المنتصف من هذا الشهر الكريم التي توافق إن شاء الله غدا بإذن الله تبارك وتعالى السبت تبدأ من صلاة المغرب إلى أذان الفجر ومن أذان الفجر إلى صلاة المغرب هذا وقت الصيام فقيامها هو السابق والليل سابق النهار طيب سيدنا نبي أوصى إذن باغتنام نفحات الدهر أوصانا وعلمنا بأن الأعمار قصيرة جدا أوصانا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن أفضل ليلة بعد ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان فشعبان فيه فضائل كبيرة جدا سواء كانت على الصعيد العقلي في تكفير الذنوب في رفع الأعمال هذه كلها مساء العقلانية والمسألة الثانية الروحانية الواردات الأنوار الخيرات البركات الأرزاق الأعمار كلها تكتب في هذه الليلة المبارك ربنا يبارك في حررتك يا سيد أحمد هي الفكرة أن دايما نسمع أن الأعمال بترفع في شهر شعبان هو ربنا مطلع على كل شيء مسألة أو اللفظ اللي بيتقال أن الأعمال بترفع لله هو ربنا خلق الكون بمنظومة ومن ضمن مقدرات الله في الكون أن أوجد الملائكة قائمين على أعمال البشر فالمدبرات أمره من ضمن مهام الملائكة تسجيل أعمال البشر وبعد كده بيرفعوا الأعمال دي لله العملية دي ممكن نفهمها أو نشرحها إزاي ربنا مطلع وفي نفسها بترفع لي الأعمال الله تبارك وتعالى أولا في جزئية مهمة جدا ربما تكون صادما أو عمال المشاهد الكريم أن الملائكة لا تطلع على كل الأمور نعم المدبرات أمر الله سبحانه وتعالى جعلهم يديروا بعض الشؤون للخلق لكن لا يطلعون على كل الأمور لقوله يروح له الفداء هناك علاقة ما بين العبد وربه لا يطلع عليها نبي مرسل ولا ملك مقرب الخصوصية والسرية بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى فإذن مش كل الحاجات عرفها الملائكة بما أنه مش كل الحاجات عرفها الملائكة إذن في تصفيت حسابات مع الله سبحانه وتعالى مباشرة فعندنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن صيامه اليوم الخميس لماذا تصوم يوم الخميس من كل أسبوع يا رسول الله قال في هذا اليوم ترفع الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم هنا وكأنه على التفصيل والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال ترفع في شهر شعبان وكأنها على الجملة يعني إيه جملة وتفصيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رمضان لرمضان كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر طيب الإنسان اللي كان العام اللي فات صام رمضان وسيقبل على هذا العام ويصم رمضان بإذن الله يبلغنا الله عز وجل وإياكم سيام هذا الشهر العظيم فمن رمضان لرمضان كفارة لما بينهما فترفع الأعمال على مدار العام كاملة لكن في خلال الأسبوع ترفع أعمال الأسبوع فقط طيب إيه الفرق ما بين هذا وذاك الفرق بين هذا وذاك أن هذا للتخصيص للأشياء الخاصة أو للأشياء الدقيقة أو للأشياء المقيدة والثاني للعمومية إن كنا نتحدث عن رفع الأعمال في خلال الأسبوع يبقى هو رفع على التفصيل وإن كنا نتحدث عن رفع الأعمال في العام فهي رفع على الجملة على كل الأعمال فيقبلها الله سبحانه وتعالى فالإنسان لما جاء الحبيث والصحبه وسلم يعلم الصحابة رضوان الله عليه عليهم فجاء واحد من الناس يسأل سيدنا علي بن نبي طالب فقال يا أمير المؤمنين ارتكبت ذنبا ما يعني في حاجة ارتكبتها ذنبا وأفصح عن ذنبه هذا فسيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاء أرشده إلى أنه يستغفر في جوف الليل في الوقت الأخير من الليل فقال له لماذا اخترت هذا الوقت فقال أتبع السيئة تتمحها أتبع السيئة الحسن تتمحها وخالق الناس بخلق حسن هذا نص الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم ثم لما أرشده إلى القرآن الكريم أن الإنسان عندما يتبع بالسيئة الحسنة الله سبحانه وتعالى يكفر له هذا الذنب لكن أكيد الإنسان يقع في ذنوب كثيرة ولا يستغفر منها وينسها أو يتناسها أو ينساها الثلاثة هو ينفض لها مش عايز يفتكرها أو فعلا سقطت منه سهوا أو نسيها من قبل الشياطين الشياطين الإنسي أو الجن فهذه الأشياء تجعله أنه يحتاج إلى كفارة ذنوب أو رفع للأعمال على الجملة فتغفر في هذه المناسبة الكريمة طيب فكرة أن هي بترفع لله وربنا مطلع هل ذي حاجة لغوية مثلا لكن هي حاجة بلاغية بتتقال لكن ربنا مطلع تولي الوقت فعني إيه ترفع أو تورد على الله ما هو ربنا شايفها المسألة مسألة عقدية لما نتكلم في الذات الإلهية وإمكانيات الحق جل جلاله وتعالى في علاوة وإمكانياتنا نحن وإمكانيات الملائكة نراها نحن وكأنه يعلم كل شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فهو ليس بحاجة إلى أن ترفع الملائكة له شيء أو أن يطلع على شيء لأنه مطلع على كل شيء بل هو الخالق لكل شيء وهو يعلم قبل أن يعمل العبد كل شيء لكنها منظومة خلقها سبحانه وتعالى فلا يسأل عن شيء تمام فهي زي ما قلنا إن هي مهام ومنظومة تكون وربنا موكل كل شيء أراء والأهل السنة والجماعة لهم أراء لكن اللي عايزة وصله إنه الله سبحانه وتعالى لما خلقني وعلم بعلمه القديم ماذا سأختار اليمين أو اليسار ماذا سأختار الخير أو الشر فكتب علي اختياري فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بهذه الكيفية تمام إحنا معينا تسليفون أم خالد أهلا وسهلا يا أم خالد أم خالد أهلا وسهلا معنا على تسليفون تسليفون معينا ولا فصل طيب معلش حضرتك تكلمين أتاني يا أم خالد ده معنى مهمة قوي فكرة إن فعلا هي ربنا لا يسأل عن شيء هو خالد كل شيء لكن هي منظومة تكون وربنا موكل الملائكة موكلين بالإنسان وفكرة إن كل إنسان وده من كرم ربنا إنه عامل حفظة لكل إنسان فكرة إن حضرتك قلت إن في أعمال ما بيعرفوهاش الملائك طيب إحنا بنتكلم في تفاصيل لأنها بتوصلنا لمسألة الكل بيبقى مشغول يعني إيه ربنا بيخفر لي الزنوب يعني إيه بترفع الأعمال فالتفاصيل دي بتفتح بس مداركنا فكرة إن حالتك بتقول إن ربنا في أعمال بتكون بين العبد وربه طيب فكرة إن بيتكتب وبيتسجل إزاي الإنسان لو عمل حاجة وربنا سترهى حتى على الملائكة إزاي بتتكتب السيئات والحسنية أحسنتم في المقدمة ذكرتم مسألة يعني عظيمة جدا في قوله تبارك وتعالى في سورة قاف ما يلفظ من قول لابد أن يعني يلفظ بهذا القول لكن هل الملائكة تكتب لي النوايا التي في قلبي أنا لم أعملها من همش علاقة بالنوايا هم موكلون بكتابة بما يحصل وما يصدر من الإنسان من فعل لكن أنا ساكن الآن في قلبي نية معينة لم أفسح عنها لا كلام ولا حركة الملائكة لا تكتبها تكتب ما يلفظ من قول أو من حركة أنا أفعلها فعل أكشن خطه في الحياة فيكتب عليه سلبا أو إجابا لكن هناك علاقة ما بين العبد وربه علاقة خصوصية العلاقة الخاصة السرية هذه حتى يسمونها الخبيئة ساداتنا الأنبياء والصالحون يعلموننا الخبيئة ما معنى خبيئة خلي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى حاجة لا يطلع عليها أحد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يعني شيء خاص جدا هل هذا موجود؟ نعم موجود ولا تطلع علي الملائكة لا تطلع عليه الملائكة الله سبحانه وتعالى يحجبهم عن هذا كما يستره سبحانه حتى في المعاصي والذنوب والأثام عن الناس المحفوظين من قبل الحق تبارك وتعالى يعني إيه محفوظين عندنا الأستاذ الأنبياء لهم معجزات وهم معصومين والأولياء والصالحون هؤلاء محفوظين لا يقعون في الذنوب حتى ولو وقعوا فيها سترهم الله حتى عن الملائك كما يستر لهم أعمالهم الصالحة لماذا قرر روحه والفداء؟ ينفق بيمينه ولا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني يديني أكيد هذه ستدرك ذاك لكن المسألة فيه خصوصية بين العبد وربه الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الخبيئة يا رب ربنا يبارك في حردك سيد أحمد هستأذن حردك نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل أهلا وسهلا بحضرتكم مرة تانية سيد أحمد كنا وصلنا عند مرحلة مهمة فكرة أنه زي ما قلنا ما يلفظه من قول إلا لديه رقيب عتيد قالوا العلماء أن كل كلمة الإنسان يتلفظ بها بتتكتب فيه كلمات اللي هي لا خير ولا شر قالوا برضو بتتكتب لكن اللي هي زي ما حدرتك قلت من الاتنين والخميس بيحصل تنقية للتفاصيل وكأن فيه شعبان اللي هي بقى خلاص لو حد تاب عن خلال الشهور لو حد زود أعماله فاترفع درجات للإحسان كل ده قالوا العلماء أنها من معاني يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب عايزين نوضح أكتر المقصود بالآية والمعنى جل جلال الله هذه الآية العظيمة أولا أن ننمحو الكفارات أو الذنوب أو عرض الأعمال الأسبوعية هي الخميس فقط ليست الاثنين والخميس مش الاثنين والخميس روح له الفداء لما سئل في صحيح الإمام البخاري لماذا تصوم الاثنين فقال داك يوم ولدت فيه خصص يوم الاثنين بتعظيم الصيام فيه لأنها نعمة عظيمة على الحبيث صلى الله عليه وسلم لكن لما سئل عن يوم الخميس فقال داك يوم ترفع فيه الأعمال وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم طبعا لما نيجي نتكلم في الجزئية سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أنه يصوم مثل هذا اليوم لما؟ لأنه غفر الله لو ما تقدم من دبه وما تأخر ولكن هو التشريع للأمة من بعده عشاه أن يكون صلى الله عليه وسلم له ذنوب فتكفر أو تستر أو تغفر في هذا اليوم المبارك لكن هي مشروعية للأمة لما ننظر في هذه الآية الكريمة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الله تبارك وتعالى في شهر شعبان في ليلة نصف من شعبان الآية لها رأي ولها مفهوم ومدلول مختلف عن المدلول الأسبوعي بمعنى أنه في ليلة نصف من شعبان الله سبحانه وتعالى يكتب الأرزاق على الناس ويكتب الأعمار على الناس ممكن حد يكون عمره طويل فيأسره ممكن يكون أصير فيطوله إزاي؟ ده هو ممكن يختلف كده ده حتى الإمام النووي روى حديثا أن الأعمار ثابتة عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لا علماء التفسير قالوا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يمد في عمر الإنسان ويعطيه بركة صيلة الرحم فصيلة الرحمة تمد عمر الإنسان في أشياء ممكن تغير القدر منها الدعاء فهذه الليلة الله سبحانه وتعالى يسأل الخلق وكأنه يعني يقول لهم هل من دي حاجة فأقضي حاجته في حد يقول يا رب طول عمري بس عشان أحج يا رب طول عمري لغاية ما ستر البت دي وظبط الولد دا ويقوم على رجلهم يا رب طول عمري بس عشان ما شوفهم اتهنيين في بيوت العدل الكلام اللي بنسمعه ده من أمهاتنا وأبائنا وجداتنا هل هذا يندرش في هذه الآية نعم يندرش في هذه الآية لو طلبوا هذه الأشياء من الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة أعطاهم هناك نقطة مهمة ذكرتموها في المقدمة في انترو هذه الحلقة عندما قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يغير القبلة العجيب أنه لم يدعو لكنه نوى بقلبه يعني الدلالة في هذا اليوم لو في أم كريمة أعدى بتشوفنا دلوقتي ونيتها في قلبها بس ما تكلمتش نيتها في قلبها أن تعيش لغاية ما يعني تتهنى على بنتها وعلى أولادها ويبقى الأمور كلها مترتبة وبعدين صاحب الأمانة يأخذ أمانته ما عنداش إشكالية في ذلك الدعاء في مثل هذه الليلة المباركة يثبته الله سبحانه وتعالى ويمحو ما كتب قبل ذلك جل جلاله وتعالى في علاه إذن هذه الآية العظيمة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب سبحان الله يعني الأقدار فعلا بتختلف وبتتغير يعني كأن كل دي فرص ربنا بيدهنة بس نستغل لها صح حياة جديدة احنا بنستقبلها في كل عام وهو شهر شعبان الإنسان يولد فيه ولادة جديدة الحبيث والصحبه وسلم نسبه لنفسه لما لأنه في مسألة عظيمة طيب إيه الخصوصية في هذا الشهر؟ فيه خصائص كتير جدا الأقرب إلى قلبك يا أحمد يا ابن الطلحي الأقرب إلى قلبك يا أستاذة سارة أسامة ما هو الأقرب إلى قلب المشاهد؟ كل واحد لنا له شيء فيه ممكن حضرتك تقولي أنا الأقرب إلى قلبي في هذا اليوم المبارك أو في هذا الشهر المبارك كثرة السجود لما؟ لأنه اليوم تغيرت القبلة فأنا أسجد اتجاه الكعبة المشرفة حد تاني تسألي بقولك أنا أقرب إلى قلبي الصلاة على النبي لما؟ لأن أيضا في هذا الشهر الكريم نزل قول الحق تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إذن هي خيرات وعطايا من الله سبحانه وتعالى كل واحد ليه أبوابه مع ربنا سبحان الله وده يخلينا نبتدي نتعرف على معنى مهمة أوي اللي بيغير الأقدار في اليوم ده واللي بيخلي الملائكة يعني بيسجلوا يعني تسجيلات مختلفة فكرة أنه يقال أن الملائكة بتوات تتحور وتتشور عارفين كل واحد باسمه وبيتحوروا مع بعض اللي يرفع العبد ده درجات فبيعودوا يشوفوا الكفرات اللي عملها الأعمال اللي تعملت وصلتوا لدرجة أعلى مثلا من باب الإحسان إيه المقصود بالكفرات لإن إحنا ممكن دين مش واغدين بلنا منها أوي ولو عملناها تبقى فرصة نجمعها طول السنة وتحسب لنا في ليلة النصف أنا أولا أعتدر المشاهد الكريم لو أنا مستعجل في الكلام أو حاولني أخطف الأجوبة سريعا بس عشان نعطي المساحة لهم أنهم يحضروا مجالس حياء ليلة نصف من شعبان ويستمعوا إلى العلماء والدعاة والناس الأفاضل في كل بقاعد الدنيا أينما وجدوا فإحنا بنشوأهم بس كلمات كده بسيطة عشان يروحوا يحضروا لأن فيها خير كبير جدا وفيها دعاء وارد عن سيدنا عمر بن الخطاب وفيها فائدة لقراءة سورة ياسين وفيه فوائد كثيرة جدا الناس مفروض لا تفوتش حتى العلماء مصر في الأزر الشريف ألفوا كتب كثيرة جدا في بركة هذا اليوم المبارك فاقتناءها موجودة الآن ممكن أنه يبقى تريند اليوم البحث رائج الآن البحث عن دعاء ليلة نصف من شعبان لما لأنه خير كبير جدا وفيه عطاء كبير جدا لما نشوف هذا السؤال الكريم الذي تفضلتم به أستاذ سارة وننظر في قضية الكفرات الكفرات على حالتين إما أن تكون جبر لنقص وخطأ وخلل أنا عملته أو تكون عقوبة يعني في الجبر يسمونه الآن في القانون جبر الضرر يعني إيه جبر الضرر أنا جيت والله أعدت فكسرت حاجة يجب علي أن أصلحها من أفسد شيء علي إصلاح طيب فأنا دلوقتي عملت عمل مع الله سبحانه وتعالى لكني قصرت فيه أو أفسدت فيه شيئا معينا فلابد لي أن أجبره مثلا قرأت القرآن الكريم وقراءتي غير صحيحة فأجبره بثلاثة مرات لقراءة سورة الإخلاص لما؟ لأن الواحدة بتلث القرآن ثلاثة إذن ختمة كاملة فهو كأن هذه تجبر ذاك تعويد عملت تعويد مش تعويد بقدر ما هي بتجبر الخطأ والخلل والكسر اللي أنا عملته طيب أنا صمت رمضان إيمانا واحتسابا لكني أخطأت في رمضان وعملت أشياء كثيرة جدا فأتبعه بست أيام من شهر شوال فتجبر ما كان في هذا الشهر من صيام فعندنا هذه مثلا في العموم هذه كل الناس بتعملها طيب لا فلان دا عليه كفارة يا مولانا أفطر في رمضان فكفرته نقول له افطرك في رمضان هذا كان لأجل مرض ألم بك أم أنت فطرت متعمدا بيقول له والله يا مولانا أنا خدت دور بارد كده أو أنا مرأة مرضع أو أنا لي ضرف معين فأفطرته في رمضان نقول له تجبر هذا النقص بكفارتي وقدرها كذا أو صيامه كذا أو فعلي كذا هذا لجبر الضرر أو لجبر الخطأ أو النقص الذي حصل مننا الجانب الثاني عقوبة وحد كيف عقوبة وحد لما يقولوا فلان أنا والله أقسم بالله عليك أن تأكلي سوشي وحضرتك ما بتحبش السوشي مثلا الله أعلم فبتحاول أنك تتعاملي معي في هذه القضية لكن تمتنعي عنه طيب أنا دلوقتي أعمل إيه قدامي خيارات إما أن يكون هذا حديث أو هذا الكلام لغو في الكلام لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم أو أن يكون يمينا قطعيا فأنا لا بد لي أن أكفر عن هذا اليمين إما بصيامي ثلاثة أيام أو إطعامي عشرة مسكين أو عتق رقبة لما لأني ارتكبت أمرا عظيما فلم أبر في قسمي أو أن يكون هذا اليمين والعياذ بالله يمين غموس يعني إيه يمين غموس أقسم للناس أنها أكلت السوشي وهي لم تطعمه فأنا أقسمت بالله سبحانه وتعالى هذا ليس له كفر إلا أن يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله فالكفرات بدءا من جبر الضرر اللي هي شهدت الزور مثلا بدءا من جبر الضرر آخر حاجة وأقصها وهي الغمس في جهنم والعياذ بالله حتى أن العلماء سموه باليمين الغموس لا كفارة له إلا أن يغمس في نار جهنم والعياذ بالله من ذلك سبحان الله لكن إحنا يعني ربنا يعافينا إحنا في الكفارات اللي نقدر عليها اللي هي بنجبر فيها زي ما حارتك قلت كل النقص اللي إحنا بنعمله على مدار السنة فبنجمع الكفارات دي وهي دي الحصيلة بتاعتها بتبقى فليلة النصف من شعبين بيقولها بالبلد وتسمحيلي فيها مثل مصري جميل جدا بيقوله النواية اللي بتسند الزير ممكن يكون عندك حاجة بسيطة جدا وانت عملت حاجة كبيرة لكن الحاجة الكبيرة دي محتاجة حاجة تسندها ممكن تكون نواية بسيطة سبحان الله هل الاستغفارات من الكفارات الاستغفار والتوبة وتجددها دي كلها كفارات في سؤال يا سيد أحمد فكرة إحنا الوقت بنقول وكأن شعبين وليلة النصف من شعبين كأن ده تأفيل السنة زي ما بنقول حسابات نعم أيه بالضبط كأن الحسابات بتاعت السنة بتتقفل طب فرضا أن حد خلاص تقفلت أعماله في ليلة النصف من شعبين عنده زنب قديم طب ما هيك السنة خلصت تؤتبته على زنب قديم من كذا سنة دي حساباتها بتكون ازاي طبعا احنا كده بنتكلم بعقل بشري بحت نعم بس عايزين نوضح المعنى يعني مثلا أنا دلوقت ارتكبت زنبا في عام 2018 بزرط ولم أتبع عليه عنه وأنا مستمر على هذا الذنب ومصر على هذا الذنب وأفعل هذا الذنب وجاءني شعبان ثم شعبان ثم شعبان ثم شعبان والأعمال بتتأثل ولا تزال أنت مصر على هذا الذنب الله سبحانه وتعالى الإشكالية عنده مش قضية أننا نذنب لأنه قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقومين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم القضية عند الله سبحانه وتعالى التي يحاسب عليها العباد هي الإصرار على الذنب فأنه مصر على ذنبه وكلما يحاول أن يبدع في هذا الذنب وإذا أخطأ اليوم في الذنب ما ارتكبهوش باحترافية ينوي في الجاية يبقى الذنب أحسن احترافية هنا الإشكال حتى في سورة آلي عمران يقول ولم يصروا على ما فعلوا إذن شرط الصالحين أنهم يذنبوا لكن لا يصروا على هذا الذنب طيب جاء الوقت وقال أنا لا خلاص بقى مبدهش بقى لي سنين وأنا مصر على هذا الذنب فأستغفر الله سبحانه وتعالى يغفر الله له تبارك وتعالى ما لم يغرغر ما لم تصل الروح إلى الحلقوم فتتأفل حساباته في هذا العام ويبدأ مع الله سبحانه وتعالى صفحة جديدة طيب اتصفرت كل الحسابات لا احنا مش عايزين تتصفر اللي بتابع وبه نستعين اللي بتابع سارة وسامة مع حفظ الألقاب اللي بتابع هذه الشاشة الكريمة مش عايزين دنوبنا تتصفر ولا أخطأنا تتصفر احنا طمعين في ما عند الله سبحانه وتعالى يقولوا ربنا احنا أخطأنا أخطأ كبيرة عندنا دنوب عندنا كبائر عندنا أخطأ عندنا أثام عندنا لمم مش عايزينك تغفر ده عايزينك تبدره لنا من سيئات إلى حسنات وتضاعف لنا هذه الحسنات فكان عندنا مليون سيئة أصبحت مليون حسنة ضعفها الله سبحانه وتعالى في سبعين ثم ضربها في سبع مية عدي بقى واحسب سبحان الله كل ذلك بس بنية صالحة احنا ساعات اصلنا بنوعد كده بتفكير بنوعد نتخيل أو عايزين قلبنا كده يهدى لما نعرف إجابات لأسئلة بتخطر في بالنا فنيجي نقول يعني زي ما حدرتك وضحت فكرة الواحد عمل زنب حتى لو مش مستمر عليه بس عمله من عشر سنين مش عايدين نفهم ان في شعبان بتتقفل خلاص أعمال السنة وكأن رحت عليك لا هي الفكرة ان الزنب حتى يعني لا ربنا طول ما انت لسه عايش في الدنيا ربنا ميديك يعني الآليات ان انت تعد تتوب وتستغفر بغض النظر شعبان جاء أو مجاش لكن كل دي دلالات وفتوحات ربنا بديانا تشجيعية وتحفيزية سيد أحمد رحلة والفتاة في اليوم والليلة يستغفر ويتوب إلى الله أكثر من سبعين مرة اليوم والليلة لا انتظر شعبان لكن شعبان نفحة كما ذكرنا في بداية هذا المجلس أنه بداية كل عام أو بداية كل يوم أو بداية كل أسبوع أو بداية كل شهر في نفحات عد النفحات عد الخيرات عد العطاية عد الجماية من ربنا سبحانه وتعالى يديك أشياء كثيرة جدا فاغتنمها ما تفوتهاش هنيجي عند هنا معنى مهم ووقفة مهمة من الأحاديث المعروفة في ليلة النصف من شعبان يطلع الله إلى جميع خلقي ليلة النصف من شعبان فيخفر لجميع خلقي إلا لمشرك أو مشاحن وهنا هنقف وقفتين وقفة عند المشرك ووقفة عند المشاحن إحنا بصفة عامة بشكل سطحي جدا بناخد المشرك اللي بيعبد الأصنام اللي بيعبد حاجة تانية مع ربنا والوقفة التانية فكرة المشاحن إن أي اتنين مختلفين مع بعض أو متخصنين مع بعض والموضوع اللي معاني أعمق من كده بكتير نبتدي بالمشرك فيه شرك أكبر وفيه شرك أصغر ومن الآيات المهمة اللي ربنا أكلم فيها أفرأيت من اتخذ إله وهواه وأضله الله على علم المقصود بالشرك الأصغر عشان ما نقاش فيه في الدائرة أورا الحديث هو فيه كلام أصلا النص الحديث لكن علاقتنا الآن به ليست بعلاقة الرواية هل يصح رواية الحديث أم لا علاقتنا به دراء إن صح أو أخذنا بقول العلماء أو أخذنا بجملة رأيهم في هذا الحديث لكن قضية المشرك في هذا الحديث المبارك والمشاحن المشرك أولا الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في صحيح البخاري أنه قال والله إني لا أخاف عليكم الشرك بعدي أو أخاف عليكم أن تشركوا بعدي أن تكونوا مشركين من بعدي وقال روح له الفداء يائس إبليس أن يعبد في جزيرة العرب إذن الشرك الأكبر أن إنسان يأتي بصنم ويسجد له ويعبد وهذا مش موجود لكن هل في أشياء ثانية ممكن أنه يقع فيها من الأمور التي تؤدي به إلى الشرك والعياذ بالله آه نعم هذا الأمر موجود طيب العموميات واضحة جدا الحلال وبين والحرام وبين لكن عندنا إشكالية كبيرة جدا طيب من الأشياء البسيطة اللي خلينا نتكلم فيها في البيت المصري عشان فيه فئة من الناس بتشوش على الناس كل حاجة بيعملوها خد بلك شرك خد بلك شرك خد بلك شرك منها الخميسة اللي متعلقة وراء أبواب بيوت بعض المصريين مش كل المصريين بعض بيوتها العرب بتلاقي كده فيه إيد زرقة كده محطوطة وراء الباب أو الخرز الزرقة أو المعينة خلينا نتكلف الخميسة دي حصرا يعني فيدخل حد يقوله أعوذ بالله هذا شرك لهو ليست شركا أبدا هذه تميمة من قال لك تميمة يسيدي بكل بساطة وبكل سلاسة كده يعني خلي فيه مساحة للعلم موجودة أولا هؤلاء الناس يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويؤمنوا أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى لكن إشارتهم لهذه الخمس أنا لست معها لكن إشارتهم لهذه الخمس هي من باب الآيات الخمس في سورة الفلق والآيات الخمس في سورة الناس فعشان كده دايما المصريين بيقولوا خمسة وخمسة القانون المصري عجيب والثقافة المصرية عجيبة والفقه المصري عجيب والحياة المصرية عجيبة انتشرت في الدنيا هل هذا خطأ وهل هذا يترتب على الشرك وهل يترتب على فعليه دخول النار لا أعوذ بالله من ذلك بالعكس هو يؤمن بالله ويؤمن بآياته لو دينيته اعتقاده بدا ما هو كل الفكرة بالنسبة له الخمسة وخميسة شاف جدته بتعملها لو جينا الجدته بتعمليه كده ليه حتلاقي ده الأصل والمصدر لها فلا يمكن أنا أن نكفر الناس والعياده بالله على هذه الأخطاء في بعض الناس تتمسك بهذه الأشياء خلاص خرز زرأي بهذا مشرك عمل معرفش خمسة وخمسة مشرك عمل في عربيته تحت العربيته شوز صغير بتاع بيبي صغير كده هذا مشرك العربية حط عليها دم هذا مشرك أعوذ بالله ليس هكذا الحبي صلى الله عليه وسلم حذر من أننا نتهم الناس بالشرك أو أننا نتهمهم بالكفر هذه مسألة كبيرة جدا هذا واجب التنبيه عليها النقطة الثانية قضية الشرك الأصغر أو الشرك اللي هو المراءة أو هو عبادة الهوى كما في الآية الكريمة الرياء طبعا واضح ومعلوم مباركة الحلقة عن الرياء لكن حديثنا اليوم مثلا في هذه الجزئية عن قضية أني أحب ذاتي أحب نفسي الحبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا الخلق ولسيما هو من أخلاقي الأمة في آخر الزمان أن إعجاب كل ذي رأيهم برأيه طيب تعال لما لقي إنسان أنا هو دا الرأي وهو دا الصح عقبكم خدوه مش عقبكم خدوسكم في الحيط هو دا اللي حمشي به هذا الإعجاب وهذا الغرور ما هو أصله ومنهجه فرعون قال لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد يعني رأيه هو الصح ورأيه غيره هو الخطأ هذا منافل للقرآن ومنافل للسنة ومنافل لعمل الصحابة لضوان العظيم ورسالة في الأمة وخلافها وعلمائها وأوليائها إذن قضية الإعجاب الذاتي الإيجو عنده عالية شويتين فهو مش شايف أي حد تاني طيب الحاجة لما تيجي على دماغي أخد على دماغي مش جاية على دماغي وتخبطه لا أجي على مزاجه يعني تطابق تماما قول الحق تبارك وتعالى إنما نسيء زيادة في الكفر يحلونه يعني عام ويكفرون به عام يعني أنت بتاخد اللي أنت عايز من القرآن اللي يتماشى معك وترفض الذي لا يتماشى معك هنا الإشكالية الكبرى في قضية الشركة الأصغر أو ما يشار إليه بعبادة الهواء هي الفكرة أنه إحنا كتير ممكن نكون بندخل في الدائرة دي وإحنا مش واغذين بلنا بنستدرج لها فكرة أن الإنسان اللي بقى ليه حقوق عند حد من عباده عند حد من العباد المحيطين به فكرة أن ده هو في النهاية فيها شركة أصغر لأنه اتبع حواه هي القضية أنا الأولوية عندي أنا مركزيتي ربنا ولا مركزيتي هوى نفسي حاجة اللي جاي على هواية أنا بنفزها واللي مش جاي على هواية مش بنفزها هي الخلطف ده علشان كده دايما نقول إلا حقوق العباد إنت في حقوق عباد دي داخل فيها شركة أصغر عايزين نوضح القضية دي لأن فيه كتير يعودوا يتوبوا وهم عندهم حقوق العباد مش موفين أحسنتم فعل الموضوع شائق جدا أولا في عندنا شيء اسمه التبعات وقضية طاعة الغير سواء كان في إدارة أو في أي مسألة من مسائل إدارة الناس وشؤونهم الإدارية هل أطيعه فيها أم لا حتى في إدارة البيت أطيعه أم لا النبي صاحب يوسلم أعطانا شرط يريحك ويريحه ويريح كل الناس قال لا طاعة المخلوق في معصية الخالق طيب هل لا بد لي أني أنفذ العمل المطلوب مني وأعلم الحكمة منه لا المدير قال عمله كده طيب هل العمل ده مخالف للشريعة لا مش مخالف للشريعة تتوكل على الله وعمله بس أنا ما عنديش خلفية أنه بتعمل لي لأنك تمش شرط أنك تكون موليم بكل المنظومة الإدارية أنت ترس داخل هذه الإدارة كذلك في الأسرة الكريمة كذلك في المجتمع الذي تعيش فيه كذلك في الحي والمنطقة التي تعيش فيها يعني حتلاقي دايما الإشكاليات حتى في سكان العمارة عند يعني رئيس الاتحاد ده بيطلب حاجات لازم نعرف أنت بتجيب إيه وبتبيع إيه وتتصرف إزاي لا هي المسألة ليست بهذه الكيفية فهي لا طاعة المخلوق في معصية الخلق حتريحك من حاجات كتير جدا في جزئية أن التعامل مع الناس الأمر الآخر وهو الأهم قضية علاقتي مع الناس والحقوق التي تترتب علي بيني وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل يغفر ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى لكنه يبقي ما بينك وبين العباد فسمها التبعات حتى أنه في الحجه يروح له الفدا كان يدعو الله ويبكي أن يرفع عن أمتي التبعات التبعات يعني بمعنى أن أخطأت في حق الأستاذة سارة ومشيت وعد عليها شعبان واستغفرت وطبت آرب بنا غفر بيني وبينه بس حق السيدة سارة لم يسقط لا يسقط بالتقادم زي قضايا القتل لا تسقط بالتقادم في قضايا لا تنتهي لا بد أن يؤخذ فيها الحق هذه القضية تبقى عالقة طيب أنا في يوم الأيام أخطأت وهي توكرت على الله وأنا ليروحت في حال سبيله وخلاص الدنيا خدت كل واحد منها تذكرت هذا الموقف يا أحمد أنت عملت معها كذا وكذا وكذا مش عارف أوصل لها فمباشرة أستغفر وأتوب لله سبحانه وتعالى وأقدم قربة لله عز وجل صدقة عمرة وقف ليها أي حاجة لكن طبعا لو حقوق متخدأ أو مجزياتي لازم ترجع لصحة هذه الجزئية الأولى أني أنا أعطي هذه المسألة طيب عشان يوم القيامة بتلاقي مثلا اغتبتها تكلمت عنها طيب لو كان في ضرر مادي أنا خدت بيط خدت عربية خدت فلوس خدت مراس خدت حاجات اللي ما بتحصلش هذه لا يمكن أن يغفر الله سبحانه وتعالى إلا أن يعيد صاحبه هذه الأشياء الذي أخذ إلى صاحبها يعني أنا صاحب الذنب أعيده إلى أصحابه لما حتى يغفر الحق تبارك وتعالى لي لأنه لا بد من جبر الضرر في الشريعة الإسلامية وهي ما تسمى بالتبيعة سبحان الله وهنا هي دي فكرة أن يغفر لجميع خنقي إلا لمشرك فإحنا علشان بنقفل دماغ ما نقول مشرك لأنا مش مشرك لأ احنا لازم نركز إحنا مشركين شرق أصغر ولا لا انت خدت قرارك ما خدت قرار ربنا يعني انت خدت برأيك ما خدتش برأي ربنا ربنا قالك ما تعملش وانت عملت كده فأشركت مع الله سبحانه وتعالى بهذا الرأي أفرأيت من اتخذ إلهه هواء هنا بقى الإله الهواء فكل واحد محتاج يقظ يركز مع نفسه فعلا براضي هواية وخلاص حتى لو على حساب منهج الله فكل دي ملاحظة ومتركيز ومتابعة محتاجين ان احنا نبقى فيها الصحوات دي الشق التاني فكرة المشاحن احنا طبعا بنعتقد ان المشاحن ان اي حد فيه خلافه ده الدنيا مش هتخلو أبدا من الخلافات كان فيه رأي قاله احد العلماء واجمعه عليه علماء كتير فكرة ان المقصود بالمشاحن هو الشخص اللي قلبه زي ما بقول قلبه اسود اللي هو بيزعل اواخد مواقف وقلبه فيها غل وحقد بلا اسباب يعني يكون من جواء زي ما بقول قلبه بقى اسود فهي الفكرة عايزين نوضح فكرة المشاحن مش فكرة ان حد زعلان من حد ظلمه بجد فعايزين نوضحها يشاهن طيب الله سبحانه وتعالى اولا اشكركم على هذا العمق في السؤال عادة دائما المقابلات التلفزيونية مع الفقير براها ارى فيها يعني شيء من البساطة والسطحية فبيتكلموا في القشور ما عليك بتغوصي في الاعماق ما عليش انا بعتذر على الغوصي القوية افدا بالعكس هذا ما يحتاجه المشاهد الكريم حقيقة اظن ان المشاهد اصبح اليوم على وعي كبير جدا وزي ما بيقول انا بحب المصريين وبحب بتكلم بلهجتهم ان استطعتوا الى ذلك سبيلة يقولوا بلاش تهروف المهري بلاش تتكلموا في اللي بالناس تتكلم فيه اتكلموا واحترموا عقول المشاهدين شوية فأهو احنا بنقولك انه في جزئية القلب الاسود ده في الشريع ما يقابله السيدة سارة وسامة بتتكلم بلغة الشارع ما الذي يعاني منه الشارع وقابله في مرآة الشرع الشريف ماذا يقابله في الشرع الشريف قضية الانسان الذي قلبه اسود في القرآن الكريم موجود في سورة المطففين افتح المصحف افتح سورة المطففين ستجد قول الحق تبارك وتعالى كلا بران على قلوبهم يعني ايه ران على قلوبهم الران هو القلب الاسود ده الحبيث والصاحب والسلام قال قال إن القلوب لا تصدق عشان ناس كده معادن أقول لك الناس معادن آه ما كل واحد معدن وفيه معدن أصيل ومعدن مش حلو طيب إن القلوب لا تصدق آه سيد النبي قال إن القلوب لا تصدق وانتهى الأمر لا ما هو سيد النبي مش عبارة عن هندسة وتشخيصه من غير علاج يعطي التشخيص الدقيق ويعطينا معه العلاج إن القلوب لا تصدق وما جلاؤها يا رسول الله سألوا الصحابة قال ذكر الله فالإنسان الذي يذكر الله عز وجل يزيل من على قلبه الران طيب ما هو الران هو عبارة عن إيه هو عبارة عن سواد يعني إيه سواد يعني أمراض قلبية أصدق إنه عنده صمام وجلطة وحاجات لا 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 عنده أمراض تانية عنده حقد عنده حسد عنده غل عنده كبر عنده عجب عنده أشياء كتيرة طيب هذه من يعالج هذه القضايا أروح لأنهي دكتور من اللي بروح له عشان ينقي هذه الأشياء الله تبارك وتعالى أقسم في القرآن الكريم أنه من عالج هذه الأشياء أقسم له بمظاهر الكون السبعة أعطاه أعظم شهادة في القرآن الكريم اقرأوا سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سوا سبعة أقسام في اللغة العربية خبر القسم يأتي بعد القسم إيه اللي حيحصر قد أفلح من زكاها يعني اللي يدخل لألبه دا للعمق دا ويغوص معانا في هذا القلب ويبدأ يطلع لا 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 دا حقد أنا مش عايزه دا عجب أنا مش عايزه ويبدأ يجاهد نفسه والذين جاهدوا فينا نهديا أنهم صبولنا ويجلي مرآة القلب يبدأ ينور هذا القلب الله سبحانه وتعالى قال قد أفلح من زكاها وفي موضع آخر في سورة الأعلى قال قد أفلح من تزكا يعني لو اجتمعت الإنس والجن وقالوا أنت إنسان غير مفلح والله قال أنت مفلح انتهى الأمر ولو اجتمعوا عليك وقالوا أنت برافو عليك أنت الشاطر أنت المفلح وكتبك الله أنك غير مفلح من هو غير المفلح قال وقد خاب من دساها الخيبة والخسارة والخذلان عندما تترك النفس القلبي هذه الكيفية تترك نفسك كما هي وتترك القلبي هذه الكيفية هنا الإشكال الكبير جدا طيب كيف هو المشاحن المشاحن اللي قلبه مشكلة كبيرة جدا بيترتب عليه من أفعاله أنه يتخاصم مع الناس ويكون له نمط أنه هو أموصة كده بيزعل بسرعة وبعيد أنك أنت تراضيه أنه عشان تراضيه هات بقى حلينه يعني يدينه يديك طول طلعمر عشان هو يتراضه ممكن من غير سبب طبعا ما هو أبسط حاجة أو أنت قلت كده عشان ده يأتيني فداء هو يبدأ يتخلق هذه الأشياء لما القلب فيه من السواد طيب علامات القلب النقي أنه بعيد والزعل تقول له أنت زعل يقول لك لا الموضوع ما صلش للزعل يعني بس أنا أخذت على خطري بس مش دعلان طيب أراضيك لا تراضينيه نحن تماما في شيء حاجة فبتحسوا أنه إنسان لين هين النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه من صفات أهل الجنة طيب لو كانت هذه من صفات أهل الجنة يبقى الصفات التانية من صفات أهل مين أهل النار والعياذ بالله فإذا جاء الوقت لتنقية هذه القلب طيب فيه هنا جزئية سيد أحمد يعني أحيانا بتكون فيه ناس اتعرضت لظلم كبير يستحق فعلا كنفس بشرية إنها تكون وغدا موقف أو إنها مش قادرة تتواصل مع ده ما فيش إشكال ما وصلتش لدرجة سواد ما هو فيه صنفين فيه حد الظلم يبوز قلبه ويخليه تحول لغل وحقد وسواد وفيه حد تاني اللي هو أنا متبايق وأنا موجوع كمشاعر بشري هل دي تدخل في دايرة الحراتك قلت عليها لا تدخل في قضية المشاحن ما لم يتخلى عن الخمس شروط التي نصها رسول الله سيدنا النبي بشر وليس كالبشر يروح له الفداء هكذا قالوا الناس أحجار وهو كالياقوتة بين الحجر صلى الله عليه وسلم لكن علمنا أشياء كثيرة جدا إحنا عندنا حسيس ألا ما تزع عني أنا بزع لما دايقني أنا بتدايق لما تكسرني أنا بتكسر ولما أتصنع أمامك مني قوي لكن أنا من جوا في عندي مشاكل كثيرة جدا روح له الفداء علم هذه الأشياء فقال خمس أشياء لا تسقط خمس أشياء مهما كانت الخصومة بينك وبين الإنسان الذي أمامك يعني زوج كان أخجار قريب بعيد كل هؤلاء الناس في خمسة أشياء لا بد أن تحافظ عليه قال حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست خمس أشياء إن ما هي قال إذا لقيه أن يسلم عليه ما فيش حاجة اسمها أني أرى شوفك مسلمش عليك لا بد أن يسلم عليه وبقية الحديث موجود عند الناس لو حبوا أنهم يطلعوا عليه منها أنه إذا مرض عاده إذا مات تبع جنازته إذا عطس فقال الحمد لله فشمته فمثل هذه الأشياء لا تسقط لكن مش شرط أني أنا أتعامل معك مسيد النبي لما أسلم وحشي أسلم قال بس مش حابب أشوفك يعني يريدك تبعد عني شويتين ليه الإحساس البشري في ناس إحنا بنحبهم ونحترمهم أو متضايقين منهم بس بنبعد عنهم بقدر المستطرة سبحان الله هي مواضيع مهمة جدا وربنا يبارك في حضرتك ويفتح على حضرتك شكرا جدا لحضرتك سيد أحمد شكرا جدا لحضرتك وشكرا لحلقة الجاية على خير بإذنان موسيقى شكرا لحضرتك